قبل أزمة كورونا وقبل الإغلاق الذي تبع هذه الأزمة كنت أفكر أنا وزميلي نسيم رمضان حول كيف تساعد التقنية الحديثة على أن نعيش في الماضي ظلالنا نفكر ونفكر ونتساءل هل هذا الماضي سنة، سنتان، عشر سنوات، ألف سنة؟ ولكن اهتديت إلى مكان ربما يرضي شغف مشاهدي فورتيك حول ماضي سحيق ربما يعود إلى بدء الخليقة سأذهب إلى المرصد الوطني في جرانيتش هنا في العاصمة البريطانية لندن هذا هو نموذج لأول تليسكوب استخدمه هنا في بريطانيا استخدمه الفلكي جون فلامستيد قبل أربعمائة عام لوضع خريطة للنجوم هل تعلم أن الضوء الذي تراه لأحد النجوم هو ليس ضوء يخرج من النجم الآن إنه ضوء خرج من النجم قبل مئتين وسبعين مليون سنة ووصل لتوه إلى الأرض إنك ترى هذا النجم في الماضي أنا هنا في غرفة الجريت إكويتوريال تليسكوب وهو التليسكوب القديم هنا في بريطانيا في مرصد جرانيتش ومعي هانا بانيارد وهي إحدى علمات الفلك هنا في المرصد سأسألها عن كيف تطورت التليسكوبات الفضائية وساعدتنا على رؤية المزيد من الماضي السحيق الخاص بالفضاء في الماضي كان النظر للأجرام السماوية بالعين هو وسيلة معرفتها ولأن الشمس تبعد عنا مائة وخمسين مليون كيلومترا فإن ضوءها يستغرق ثمان دقائق ليصل إلينا وفي القرن السابع عشر تمكن التليسكوب الخاص بغاليليو رؤية جبال القمر الذي يبعد ثلاثمائة وسبعين ألف كيلومترا من الأرض وعندما تطورت التليسكوبات استطعنا رؤية النجم سنتوري أقرب النجوم إلينا وهو يبعد عنا أربعة سنوات واثنين من عشرة سنة ضوئية وتبلغ سرعة الضوء ثلاثمائة مليون متر في الثانية هذا يعني أنه عندما يصل إلينا ضوء سنتوري فإننا نراه كما كان قبل سنوات مضت حدثيني عن التليسكوبات المتعددة ولكن ماذا عن التليسكوب هابل الذي يعد أقوى تليسكوب موجود حاليا؟ الآن لدينا تليسكوب هابل وهو يستطيع رؤية المجرات الأخرى وأقرب هذه المجرات هي مجرة أندروميدا وهي تبعد ثنين ونصف مليون سنة ضوئية عنه أي أن الضوء الذي نراه قادما من هذه المجرة يعطينا معلومات عنها قبل ملايين السنين فإننا بالقطع نراها كما كانت في الماضي فعلى افتراضي أن هناك شخصا يعيش على أحد الكواكب في تلك المجرة فإنه إذا تمكن من رؤية الأرض الآن فإنه سيراها قبل ملايين السنين عندما كانت الديناصورات تعيش على الأرض إذا كنا نستطيع أن نرى أشياء حدثت في الفضاء بعد مائتين وسبعين مليون سنة من حدثها هل يمكن أن نذهب في الفضاء ونرى أشياء حدثت على الأرض من ملايين السنين؟ فكرة السفر عبر الزمن هي فكرة جميلة لنتمكن من رؤية الأرض كما كانت في الماضي للأسف لا يمكننا السفر بهذه السرعة للنظر إلى الأرض لأن ذلك يخرق قوانين الفيزياء فيجب على هذا الشخص أن يكون بالفعل على هذا الكوكب البعيد الآن لكن ربما إذا التقينا في المستقبل بكائن فضائي تمكن من رؤية الأرض من بعد وتمكن من تصويرها فهذه الصورة ستكون ثمينة هنا حدثتني بتفصيل عن إمكانات التليسكوبات الحالية ولكن ما هو مستقبل التليسكوبات في المستقبل؟ ما هو الذي نتوقعه من التليسكوب المقبل؟ هابل يعطينا إمكانات هائلة لأنه حاليا في الفضاء الغلاف الجوي يمنعنا من رؤية الكثير من الأجرام السماوية ومن المتوقع أن يحل محله العام المقبل تليسكوب ناسا جيمس ويب هذا التليسكوب سيعطينا قدرة أكبر على رؤية أشياء في الماضي فهو أكبر ويحتوي على تقنيات أحدث وستكون له قدرة أكبر على التقاط الضوء وسيمكننا من رؤية أشياء عقب مليون سنة فقط من الانفجار العظيم الذي بدأ الكون على إثره التقنيات الحديثة تساعدنا على معرفة ما يحدث في الفضاء وما حدث في الماضي السحيق التليسكوب هابل يساعدنا على معرفة ما حدث في الكون قبل مائتين وسبعين مليون سنة التقنيات الحديثة تساعدنا على التقاط الأشعة تحت الحمراء لمعرفة معلومات عن الكون حدثت قبل ثلاثة عشر مليار سنة أي عندما كان الكون عمره فقط ثلاثمائة وخمسين ألف سنة في علم الفضاء نحن ندرس الماضي فقط أقرب النجوم إلينا نراها الآن كما كانت عليه قبل أربع سنوات أقرب ثقب أسود لنا على بعد ثلاثة آلاف وخمسمائة سنة نحن لا نرى الأجرام السماوية إلا في الماضي بسبب بعد المسافات سوف ننظم محاضرة في مهرجان ستارموس للفضاء في أرمينيا العام المقبل تهدف إلى بناء خريطة لتطور الكون الذي يمتد أكثر من ثلاثة عشر مليار سنة فكلما ذهبت بعيدا في الفضاء كلما كان ذلك أقدم من المتوقع أن تخبرنا هذه الخريطة عن كيفية تطور الكون حيث سنرى مجرات ليس بها أي نجوم وسنرى أنواع قديمة من النجوم ليست موجودة في مجرتنا كما أن الثقوب السوداء القديمة تختلف عن الثقوب السوداء التي تنشأ حديثا إذن هكذا تساعدنا التقنية الحديثة إلى العودة إلى الماضي ملايين السنين وملايين السنين فماذا إذا اكتشفنا عنصر جديد أو أشعة جديدة أو ترددات جديدة يمكن أن نلتقطها من الكون بتقنيات حديثة هل يمكن هذه الترددات والموجات أن تساعدنا أن نعرف أشياء أخرى عن الكون وعن كوكب الأرض وعن بداية وجودنا؟ اشتركوا في القناة